مرحبا كيفكن يسعد لي وقتكن يا رب شاء الله تكونوا كلكم بألف خير رجعتلكم بفيديو جديد بس بعيدا شوي عن الطبخ نحن نعمل اليوم سهل وسريع وكتير طعمته طيبة نحن نعمل اليوم دراب الجبنة طيقتها كتير سهلة حطوا لايك اذا حبيتوا الفيديو ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم فيديوهاتي لما بتنزل وهنا راح بلش معكم بالمكونات راح احتاج لمعلقة كبيرة زبدة راح حطه على نار وساط لحتى الدوب عندي تماما وبعد هيك راح ضيف درة مسلوقة طبعا انا هون استخدمت علب الدرة المعلبة حطيت تنتين بس غسلتهم شوي وصفيتهم وحطيتهم هلأ فوق الزبدة راح حرقون كتير منيح مع بعض لحتى ياخد الدرة من طعمة الزبدة وراح ضيف كمان تقريبا ربع معلقة صغيرة ملح طبعا هون الملح برجاء حسب الرغبة وحسب الكمية بحرقون شوي مع بعض وبعدين بضيف كريمة طبخ سائلة هون حطيت مقدار كعسة شاي صغيرة بقلبهم هيك مع بعض لحتى تغلي الكريمة مع الدرة ويتسبكوا عندي منيح حيك تحسوا انه خليط سماكة شوي عندكم بعدين بضيف عليهم جبنة مبشورة او اي نوع جبنة انتو بتحبو انا هون حطيت موزاريلا طبعا الكمية مثل ما خبرتكن حسب الرغبة وحسب الكمية اللي انتو عم تعملوها بعد هيك بتفتحتهم وبخلي جبنة لحتى الدوب من حرارة كريمة الطبخ والدرة وبس هيك والله هيك بيكون خلص فيديو اليوم بتمنى انه يكون عجبكن جربوا طريقته سهلة كتير وسريعة فيكن اضيفوا رشة اوريغان وعلى الجبنة كمان بيعطي طعمة طيبة او اي نوع شي بسحار موجود عنكن بالبيت كمان بيطلع لذيذ معهم وبس هيك كله شاركوني بتطبيقاتكن على الحساب الانستجرام رح حطو لكم هلأ رابط الحساب تحت بصندوق الوصف كل المحبة مني انا هيبا المترجم اشتركوا في القناة